لا أحد يكافح الكوليرا في اليمن وقد أصبح من المعتاد أن تشاهد تزاحم المرضى على أسرة المستشفيات وأراضيها الباردة وغير المعقمة فالبلاد تشهد منذ العام 2016 موجات متلاحقة من حم الضنك والتسمم المائي والكوليرا بحسب تقارير طبية المنظمة الصحية في البلاد وصلت لأدنى مستوياتها وانعدمت أساسيات النظافة حتى في المستشفيات نفسها والمراكز الطبية وانتشرت مياه المجاري في الطرقات والشوارع العامة أكثر من 63 ألف حالة تم الإبلاغ عنها بداية العام الجاري وحتى شهر مايو الماضي وعلى الرغم من محدودية القدرة على الفحص فقد تبين أن أكثر من 2700 حالة فحصت مخبريا هي إصابات مؤكدة بالكوليرا وذلك بحسب منظمة أطباء بلا حدود عشرون محافظة يمنية شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإسهال المائي الحاد والتسمم البكتيدي وحم الضنك والملاريا بجانب الكوليرا مطلع يونيو الماضي في ظل تكتم كبير من وزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي في محافظة تعيز توفي خمسة وعشرون مصابا بمرض الكوليرا خلال النصف الأول من العام الجاري وذكر التقارير الرسمية أن العشرات أصيبوا جراء تفشي المرض ما أثار قلق السكان أما في الضالع فقد أكد مكتب حقوق الإنسان ظهر إصابات كثيرة بالكوليرا والأطفال هم الأكثر إصابة بهذا المرض وسط عدم مراكز عزل خاصة واستقبال للحالات في أقسام طوارئ المستشفيات الحكومية ما ساعد على انتشار وانتقال العدوى الحرب تسببت بجانب موت اليمنيين بالقتل والقنص إلى تسرب المواد الكيميائية إلى التربة والمياه الجوفية في مناطق زراعة الألغام والمتفجرات إضافة لحرق النفايات داخل المدن وفي مناطق سكنية واستنزوح عدد كبير من السكان إلى مناطق غير آمنة والإصابة بالأوبئة